مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم رواية العقل والعاطفة لكاتب الإنجليزية جين أوستين والتي نشرتها عام 1811 مات السيد هنري داشوود وترك كل أمواله لابن زوجته الأولى جون بينما تركت زوجته الثانية وبناتها الثلاث بلا منزل دائم ودخل ضئيل للغاية تدعى السيدة داشوود وبناتها إلينور وماريان ومارغريت للإقامة مع أقاربهن الأباعد عائلة ميدلتون في بارتون بارك تكون إلينور حزينة لمغادرة منزلها في نورلاند لأنها أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بإدوارد فيررز صهر أخيها غير الشقيق جون ولكن في بارتون بارك تكتشف إلينور وماريان العديد من المعارف الجدد بمن في ذلك الضابط المتقاعد والعازب الكولونال براندن والشجاع المندفع جون ويلوبي الذي ينقذ ماريان بعد أن التوا كاحلها وهي تركض أسفل تلال بارتون تحت المطر ويلوبي يتودد إلى ماريان علانية وبلا خجل ويتباهى لاثنان معا بتعلقهما ببعضهما البعض إلى أن يعلن ويلوبي فجأة أنه يجب أن يغادر إلى لندن في رحلة عمل تاركا ماريان تعيسة في تلك الأثناء تصل آن ولوسي ستيل وهما سيدتان تعرفت عليهم العائلة منذ زمن قريب تصلان مع والدة ليدي ميدلتون السيدة جينينغز إلى بارتون بارك كضيفات على ميدلتون تخبر لوسي إلينور أنها كانت مخطوبة لسيد فيررز سرا لمدة عام كامل تفترض إلينور في البداية أن لوسي تشير إلى شقيق أدورد الأصغر روبرت لكنها تشعر بالصدمة والألم عندما تعلم أن لوسي تشير في الواقع إلى حبيبها أدورد تسافر إلينور وماريان إلى لندن مع السيدة جينينغز يخبر الكولونيل براندون إلينور أن الجميع في لندن يتحدثون عن الارتباط بين ويلوبي وماريان على الرغم من أن ماريان لم تخبر عائلتها عن أي ارتباط من هذا القبيل تكون ماريان حريصة على لقاء حبيبها ويلوبي لكن عندما تراه في حفلة في المدينة يرفضها بقسوة ثم يرسل لها رسالة ينفي فيها أنه كان لديه مشاعر تجاهها يخبر الكولونيل براندون إلينور عن تاريخ ويلوبي في القسوة والفجور وتؤكد السيدة جينينغز أن ويلوبي بعد أن أهدر ثروته خطب المرأة الثرية الآنسة جري تكشف شقيقة لوسي الكبرى عن غير قصد خبر ارتباط لوسي السري بإدوارد فيررز تغضب والدة إدوارد من تلك المعلومة وتحرمه من الميراث وتعد بثروته لروبرت بدلا منه في تلك الأثناء تزور الأختان داشوود أصدقاء العائلة في كليفلند في طريقهما إلى المنزل من لندن في كليفلند تصاب ماريان بنزلة برد شديدة أثناء المشي لمسافات طويلة تحت المطر وتصاب بمرض مميت عند سماعه بمرضها يأتي ويلوبي لزيارتها محاولا شرح سوء سلوكه وطلب المغفرة تشفق إيلينور عليه وتشارك قصته في النهاية مع ماريان التي أدركت أخيرا أنها تصرفت بشكل غير حكيم مع ويلوبي ولم يكن من الممكن أن تكون سعيدة معه على أي حال تصل السيدة داشوود والكولونال برندن إلى كليفلند ويشعران بالارتياح لمعرفة أن ماريان قد بدأت في التعافي عندما تعود عائلة داشوود إلى بارتون يتناهى إلى علمهن من خادمهن أن لوسي ستيل والسيد فيررز مخطوبان يفترضن أنه يقصد إدوارد فيررز وبالتالي فإنهن لم يتفاجأن لكن سرعان ما يصل إدوارد نفسه ويصحح مفهومهن الخاطئ لقد كان روبرت وليس هو من قررت لوسي الزواج منه في النهاية وهكذا يصبح بإمكان إدوارد أخيرا أن يتقدم لطلب يد محموبته إيلينور وبعد فترة ليست بالطويلة يصبح العقيد براندون وماريان مخطوبين أيضا يعيش الزوجان معا في ديلافورد وتبقى الأختان على اتصال وثيق مع والدتهما وأختهما الصغرى في بارتون كوتج أتمنى أن يكون ملخص العقل والعاطفة قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر